غرد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمعلقا على موضوع النازحين السوريين فكتب سلسلة تغريدات أولها سؤالان وقد ورد في السؤال الأول هل يجوز انتظار ضوء أخطر دولي لن يأتي قريبا لتحقيق موضوع وطني وجودي كياني خطير وطارئ مثل موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ثم تلى هذا السؤال سؤال آخر جاء فيه هل يمكن رابط موضوع عاجل وضروري مثل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بموضوع واضح أنه لن يحصل قريبا مثل موضوع رحيل الرئيس الأسد ثم كتب الوزير باسيل تغريدة ثالثة أجاب فيها على السؤالين فقال جواب إنه زمن الأطحى والتضحية النصر والانتصار اللبنان الكبير والقوي إنه عهد الإنجازات ولا زمن الضعف والقبول والانتظار وبعد وقت قصير تبع باسيل بكتابة تغريدة رابعة جاء فيها نحن مع عودتهم الآمنة بالتواصل أم من دونه هذا ليس شرطا للعودة وليست هنا المشكلة ممكن لقسم أن يعود من دون تواصل ولن تمانع سوريا وقال في الختام قسم أخير يتطلب وقتا أكثر وظروفا أفضل العودة تتجزأ وتتمرحل ولكن المهم أن تبدأ وهي آمنة بكل الأحوال والمسلحون يعودون فكيف بالناس؟ ترجمة نانسي قنقر